بسم الله الرحمن الرحيم صلاة السلام على نبينا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة مباركة للجميع اخواني واخواتي ان شاء الله تكونوا بخير في احسن الاحوال جبتلكم هذه الفيديو مملوءة وغنية بالاخبار السارة والمفرحة للجالية الجزائرية والشعب الجزائري كذلك الموجود في الجزائر كاينين مواضيع كثيرة رح نتحدث عليها اليوم من بينها فتح مطارات جديدة ووجهات جديدة للجالية الجزائرية مع الخطوط الجوية الجزائرية كذلك رح نتحدث على تسهيلات جديدة كذلك للجالية فيما يخص استخراج وثائقها من السفرات والقنصلية الجزائرية بالخارج بقاوا معايا اخواني اخواتي الى اخر الفيديو باش ما ترطيبش حتى معلومة ديروا جام وبرتاج وقعدوا تسمعوا وانتم مهانين ديروا قهيبة قدامكم اذا حبيتوا وسمعوا اخدكم وش رايحة نجيب لكم قلتلكم انا نجيب لكم الاخبار الرسمية والحسرية يعني ومن مواقع رسمية وحسرية يلا نبدأوا على بركة الله اول نقطة رح نتكلموا عليها وهي تسهيلات للجالية الجزائرية بالنسبة لاستخراج الوثائق بالخنصلية الجزائرية وتجديد جوازات سفرهم اليوم اخواني اخواتي عبدالوهابي عقوبي حتى ننشر في صفحتها رسمية للفيسبوك قال فيها بعد مرسلتنا لمعالي وزير الجالية والخارجية والجالية الوطنية بالخارج سيد رمضان لعمام راحا فاذه الله يوم 19 افريل 2022 حول الصعوبات التي تواجه مواطنين لتجديد جوازاتهم على مقربة من العطلة الصيفية وبعد حرمان قصر من زيارة ارض الوطن بسبب الاكرهات التي ترتبت على تفشي الوباء نضع بين ايديكم اليوم جواب معالي الوزير شاكرين شاكرين تكفله السريع بالانشغال وارساله تعليم طبقت على جناح السرعة في كل القنصلية والحمد لله وتبقى طبعا منطقيا ان نظام المواعيد المحددة مسبقا افضل لتفادي طول الانتظار لكن للظروف الاستثنائية اجراءات استثنائية ويقيننا ان التطوير الرقمي للاجراءات عن بعد الذي تعمل عليه حاليا مصالح الوزارة مركزيا سيساهم في تقديم خدمات افضل لمواطنين نلتميز كذلك من مواطنين يعني واش قلكم قلكم واش نطلب منكم التومة كذلك المواطنين الجزائريين الموجودين بالخارج التحلي بيروح تحضر وعدم ترك اخر لحظة لتجريد جوازاتكم على الاقل على الاقل باش تجدوا جوازاتكم بتاع السفر لازم تكون ستة شهر قبل نهاية الصلاحية هكذا باش ما تديروش باش تعطيوه لنفسكم الوقت باش تخرجوه للوثائق كاملة ثانيا التأكد من تحضير كل الملف قبل الذهاب سيما اس دوز يعني قلكم لازم توجدوا كل الملف تطالعوا عليه السيغة انترنت وتوجدوه قبل ما تروحوا للموعد التاعكم وانا قبل ما تروحوا للقنصليات تكاركم تقدروا تروحوا بلا موعد الوثائق هي الاس دوز وبطاقة التسجيل القنصلي لإداع طالب تجديد الجواز ثانيا تفهم ضغط الطالب على الإدارة القنصلية الناجم معا انتراكم عدد الحجوزات نتيجة الغلق وانهاية صلاحية اول دفعات البليومترية الفين واثنين وعشرين الفين وعشرين وواحد وعشرين والفين واثنين وعشرين عدم اخذ الاطفال الذين يقل اعمارهم عن 12 سنة إلى القنصليات يعني قلكم ما تديروش الولاد اللي قل من 12 سنة ما تديروش معاكم للقنصليات رابعا المشاركة الجماعية في تجاوز الضغط بروح التعاون والإيجابية يعني قلكم كونوا بتحضرين وتعاونوا كاملين وباش نتفادوا هذا الضغط على القنصليات ذكراكم تقدروا تروحوا صنغانديبو وجدوا لدوسيتاكم مخاوتي اخواتاتي وخزرو ماذا بي تشوفوا لي باسبورتاكم قبل العطلة الصيفية بسكو فيه رحلات كثيرة رايحين يحطوها وراحين يزيدوها في الصيف وجدوا لي بابيتاكم وجدوا اللي عندو اوتوريزاسيون تعلو ولادي ديرها واللي عندو الباسبورتا عومية يعاودوا واللي شوفوا لي باسبورتا عولادكم مخاوتي متخليوش الآخر لحظة بسكو راهم يطولوا شوية مع الضغط ومع الغشيب الزفر راهم يطولوا شوية فالا هذي بالنسبة للتسهيلات يعني القنصليات اللي في فرنسا التقريبا كامل راهم يستقبلوا في الناس صنغانديبو واللي عندهم غانديبو من قبل ماذا بيهم يستنوا الغانديبو التحم باش ما تكثروش الضغط على القنصليات الناس اللي ما عندهمش غانديبو يروحوا صنغانديبو ولي عندهم الغانديبو التحم يروحوا لنهار الغانديبو التحم هكذا باش تعودوا منظمين وتعودوا متحضرين فالا هذي بالنسبة للتسهيلات الجالية الجزائرية اه اه اروحوا للنقطة الثانية وهي فتح مطارات جديدة وفتح اه وجهات جديدة مع الجوية الجزائرية الخطوط الجوية الجزائرية تستعد وراهي وجدة لفتح مطارات بوردو ومات وشكون لاخر لايغو بوغلا راهي وجدة باش تفتح هذي المطارات هذا جعل لسان الناطق الرسمي باسم الخطوط الجوية الجزائرية امين اندلوسي كان له اه لقاء اخواني اخواتي مع لوسيت دفتياليتي دلوتوغيتي ايغيان اه وقال لهم باللي رانا وجدين وبماذا بينا اه نستنى وغرف القرار التنفيذي يعني المرسوم التنفيذي اللي يخرج اللي يهدر عليه رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الاحد اللي قبل اللي فات اللي راهي عنده تقريبا 15 يوم راه مازال مخرش المرسوم التنفيذي اخواني اخواتي بالصح كاينة جملة كثيرة من الرحلات البحرية كذلك والرحلات الجوية راح نزيدوها في في لابغيوض التاع الصيف ان شاء الله منها كين خط بحري جديد وهذا جعل لسان كذلك الصفحة الرسمية للبحرية الجزائرية اللي هاد اهدر عليها في مباشر وقال لكم باللي كين خط بحري جديد بين مارسيليا ووهران بحول الله اه كذلك الجوية الجزائرية هاي قلت لكم المطارات اللي رايحات زيد تفتح معاهم هكينا بغدو منبولي ايماتس هانئن يعني وبشرة صارة للجالية الجزائرية التاعنا اللي كانت محرومة صافي عامين ونصدقهم محرومين راح ينفتحوا معاهم وما تنسوش المعاملة بالمثل الى فتحة الجوية الجزائرية خط اكيد الشركة الاجنبية راح ت راح ت تنافسها بخط واحدة اخر يعني هكذا خاتي اخواتي اه كذلك يعني كما نقولوا راح يطوروا في الاسطول الجزائري للخطوط الجوية الجزائرية بزيادة بشراء 15 طائرة كذلك وراحين يعودوا للماء ما قبل ما قبل الكورونا راحين يرجعوا للرحلات ما قبل كورونا كما كانت قبل كورونا بحول الله وممكن جدا يزيدوا رحلات اكثر فاكثر ما تتقلقوش خوتي كونوا ايجابيين وكونوا صابورين شوية ما تتقلقوش وكل حاجة في وقتها حلوة هكذا اه هذه هي المعلومة تحبيت مفارتجيها معاكم اه ان شاء الله تكونوا استفتوا منها وترقبوا الفتح الكل بحول الله كونوا ايجابيين كما قلت لكم وتفائلوا خيرا ان شاء الله وما يكون غير الخير شدوا في ربي وهذا ما كان نقولكم جمعة مباركة مرة تانية وبقوا على خير استنوني في فيديو آخر بحول الله اه الى ذلكم الحين اترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة